يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى بكون معاكم رانيا السيد كل أسبوع في نفس المعات نسا مكملين معاكم رحلتنا جوى دونيا الكتب والحكايات والحقيقة أنا كل حلقة بستمتع معاكم وإحنا بندخل مع بعض جوى تفاصيل كتاب جديد ورواية جديدة نروح مع بعض العالم تاني وطبعا حسب نوع الحكاية وأبطال قصتها إحنا بنيش معاها ركزوا كده معايا كويس الموضوع النهاردة مختلف شوية موضوع كتابنا النهاردة هو الصحافة الصحافة اللي دورها الأساسي نقل الخبر الصحافة اللي دورها الأساسي نقل الحدث بمنتهى الشفافية والحيادية نقل الحقيقة زي ما حصلت بالزبط الصحافة رسالة وصوت الناس عشان نقدر نعبر عن قراءهم بمنتهى الحرية الصحافة هي الوعي والكلمة اللي بتنور عقول القراءة بس كتابنا النهاردة مش بيتكلم عن الصحافة اللي كلنا عارفينها اللي هي صحافة المواقع والجرايد الورقية ولا حتى application بث الأخبار على الموبايل ولا حتى الصحافة اللي بيتكلم عنها كتبنا اللي احنا عارفينها الصحافة اللي بيتكلم عنها كتبنا النهاردة هي صحافة الهامش أيوة هي صحافة الهامش الكتاب باسمه كده طيب طرى مين هم صحافة المهمشين ومين هم المهمشين ويقصد ايه الكاتب بتاعنا بكلمة المهمشين وليه اختار العنوان ده تحديداً علشان يسمي بيه كتابه هنعرف اكتر من كاتبنا طبعاً اللي منورنا النهاردة عن موضوعنا اللي هنتكلم معاه وهو الكاتب الصحفي اللي منورنا الاستاذ بشري عبد المؤمن هنتكلم معاه بالتفصيل في الفقرة